أهلا بكم من جديد تدنت نسبة تسجيل إختارات ترك العمل لدى هيئة تنظيم سوق العمل إلى 0.45% في العام 2016 ما يؤكد الجهود التي تبذلها لئياته للارتقاء ببيئة العمل وتعزيز التوعية عند أصحاب العمل والعمال بحقوقهم وواجباتهم أشاد سعادة السيد جميل بن محمد علي حميدان وزير العمل والتنمية الاجتماعية رئيس مجلس إدارة هيئة تنظيم سوق العمل بأداء الهيئة والإنجازات التي تم تحقيقها خلال العام الماضي والتي تصب في تسهيل وتبسيط الإجراءات للمواطنين والمستثمرين بما يسهم في تعزيز جذب الاستثمار إلى مملكة البحرين وأكد حميدان خلال ترأسه اجتماع مجلس إدارة هيئة تنظيم سوق العمل أن الجهود التي تبذلها الهيئة للارتقاء ببيئة العمل وتعزيز التوعية لدى أصحاب العمل والعمال بحقوقهم وواجباتهم نعكس إيجابا على تدني نسبة تسجيل إخطارات ترك العمل لدى الهيئة إلى 0.45% خلال العام الماضي وهو ما يمكن تلمسه من خلال تصدر المملكة في العديد من التقارير الدولية كأفضل جهات العالم للعمالة الوافدة في العام 2016 مجموع تصاريح العمل الجديدة التي أصدرتها الهيئة فاق 198 ألف تصريح عمل كما تم تجديد أكثر من 239 تصريحا فيما باشرت الهيئة إجراءات البت في أكثر من 42 ألف طلب لانتقال العمالة الأجنبية خلال العام الماضي الرئيس التنفيذي للهيئة السيد أسامة العبسي قال إن تدني نسبة تسجيل إخطارات أصحاب العمل بشأن ترك عمال أجانب العمل بالمخالفة لشروط التصريح يعود إلى المتابعة المستمرة والجهود التوعوية التي تقوم بها الهيئة إلى جانب الجهات الحكومية المعنية الأخرى والتي تسهم في الارتقاء ببيئة العمل وصيانة حقوق العمالة واحترامها